تجاوزات ميليشيات الحوثي التي باتت تتخطى الحدود اليمنية صارت أيضا تحت المجهر الدولي فالإدانات الدولية الواسعة للاعتداءات الأخيرة من شأنها أن تضغط على الميليشيات أصدى مطالبة بضرورة اتخاذ قرارات سريعة دولية للحد من التجاوزات الحوثية ما هي الخطوات العملية المطلوبة من المجتمع الدولي لردع ميليشيات الحوثي وممارساتها المزعزعة للاستقرار ضيفنا من واشنطن الليلة الدبلوماسي الأمريكي السابق لينكن بلومفيلد أهلا بك سيد بلومفيلد دائما معنا في غرفة الأخبار كثيرة هي التجاوزات التي قامت بها ميليشيات الحوثي خلال الفترة الماضية ألا تتطلب برأيكم تحركا دوليا عاجلا لإيقافها مساء الخير لكم ولمشاهديكم هذه أعمال استفزازية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأن استهداف مواقع مدنية وقتل مدنيين هو إرهاب وعمل حرب أو إعلان حرب وبالتالي فإنني رأيت السفير الإماراتي في واشنطن يقول اليوم إنه تم استخدام طائرات المسيرة وصواريخ في هذه الهجمات نعرف أن إيران لها دور في دعم الحوثيين وما كان الحوثيون قادرون على استخدام طائرات المسيرة وصواريخ كروز دون مساعدة من الإيرانيين عبر فيلق القدس كما يعمل حزب الله في لبنان لذلك نعم يجب فعل الشيء علي أن أقول إن نظام الأمن في الإمارات هو متقدم جدا والأكثر تقدما في المنطقة وفي العالم والإمارات هي حليف وثيق وقوي لأمريكا لذلك نعم يجب أن نتحدث عن دعم الإمارات في هذه الظروف سيد بلونفيلد ما هي الخطوات العملية المطلوبة كنت قد تسألت في بداية هذا المحور اليوم إن كان بالفعل المجتمع الدولي يملك هذه الخطوات التي بإمكانها أن تردع هذه الجماعة لماذا لا يحصل ذلك حتى الساعة؟ ما الذي يؤخر هذه الخطوات؟ نست خبيرا في المعارك الداخلية في اليمن لكن يمكن أن نرى تكهنات بأن القوات اليمنية تحقق انتصارات في اتجاه مأرب وهذا أمر سلبي بالنسبة للحوثيين وهم ترجمون ذلك الحنق على هذه الهزائم عبر هجمات على الإمارات وهنا المشكلة ما فعله الحوثيون يظهر بأن صواريخ كروز وطائرات المسيرة وغيرها من الصواريخ هذه تهديدات لكل الشرق الأوسط ولذلك يجب تضمينها في أي نقاشات سواء بين السعودية وإيران في العراق وكذلك بين أمريكا وإيران ونعرف أن العديد من المراقبين هنا في واشنطن قد يقولون في وسائل الإعلام التلفزيوني أنه لا يجب أن نتحدث عن الصواريخ ولكنني أقول إنني أختلف مع هذا هذا الذي حدث هو مثال يظهر بأننا يجب أن نتحدث عن برنامج الصواريخ الباليستية وبالتالي ضرورة أتحرك دوليا سيد بلومفيلت حتى أعود لربما إلى هذه الخطوات العملية التي يجب أن تتخذ في هذا الإطار لردع هذه الميليشيات هل يملك المجتمع الدولي هذه القدرات لأنه الكل يعول على تحرك دولي لإيقاف هذه الميليشيات عن هذه الممارسات كما تعلمين الأمم المتحدة وكذلك المبعوث الدولي والمبعوث الأمريكي عملان بكد وجد من أجل إنجاح وقف إطلاق النار والسماح بالمساعدات الإنسانية إلى اليمنين الحوثيون هم الذين يرفضون وقف النزاع ولذلك حتما علينا أن نضغط كثيرا على الحوثيين وأيضا على أولئك الذين يدعمونهم فيلق القدس هو حليف للحوثيين والحرس الثوري الإيراني علينا أن نتحدث أكثر عن هذه القضايا أعتقد أنه مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد حليفا لأمريكا وأخرين أعتقد أننا يجب أن نكون واثقين بأن يمكن تنسيق الدفاع والرصد والمراقبة والاستطلاع وأمريكا لها مباعث قلق بشأن الطائرات المسيرة ونحن نطور قدراتنا بشكل متواصل وهناك نقاشات جارية حاليا بين أمريكا وندرائها الإماراتيين في هذا الإطار سيد لينكن يعتبر البعض أنه لطالما شكلت الاتفاقات التي سبقت اتفاقات وقف إطلاق النار والتي اندرجت ضمن الحلول الدبلوماسية التي سعت إليها بعض الجهات أنتجت في كل مرة لربما إعادة تموضع أو رصف ثفوف من جديد لهذه الميليشيات وبالتالي يقول البعض أن استفادت ميليشيات الحوثي طوال الفترة الماضية من كل الاتفاقات السابقة حتى تتمكن من جديد أن تعيد تموضعها وأن تعيد مخططاتها هل باتت اليوم إذا ما نظرنا إلى هذا التحليل هل باتت الحلول العسكرية ضرورية من الصعب لشخص خارج الحكومة أن يتحدث عن الحاجة إلى تحرك عسكري لكن حتما ستكون هناك نقاشات حول هذا الموضوع تصعيد الوضع في اليمن في رأيي لن يؤدي إلى نتائج إيجابية أعتقد أن الحوثيين يجب أن يدركوا بوضوح أن كل من يساعدهم لا يسبب فقط ظروفا ممهدة للحرب في المنطقة بما في ذلك للإمارات لكنهم يسببون كارثة إنسانية تهدد مستقبل اليمنيين لذلك علينا أن نوسع نطاق الحوار وأن تبادل معلومات استخبارية أكثر نسلط الضوء عليها يجب أن ندعم تلك الدول التي تساعد الحوثيين في اليمن بشكل أخرق وإيران سببت حربا أهلية وطائفية في المنطقة وتؤجج النزاع بين السنة والشيعة في دول المنطقة برمتها سوريا ولبنان وكذلك المدن الشرقية للسعودية والبحرين هذا يحدث للسنوات يجب أن نجري نقاشا حول ما يجب فعله إذا هذا الأمر وبطبيعة الحال مبعوث الأمريكي لليمن يبدأ هذه الجولة الجديدة اليوم لتشمل عواصم دول مجلس التعاون الخارجي ولندن بهدف تنشيط جهود السلام شكرا جزيلا لضيفنا الدبلوماسي الأمريكي سابق لينكن بلومفيلت حدثنا من واشنطن شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة